مرحبا برج الجدي هذي قراءتك العامل رح نلقى فيها نظرة على وضعك المالي الصحي العاطفي وأيضا أي أخبار أنت منتظرها أو تتوقعها في المستقبل بأول كرتين رح يكونون تبع طاقتك العامل الشهر عندك ثلاث الأخصان طاقة نارية طاقة انتظار ما طلبته ما تمنيته أن يأتي إليك انتظر السفن أن تأتي إليك لأن فيها حمولة أن تحتاجها وأيضا أربع الخماسيات طاقة الأرض والترابية هي طاقتك تحس أنه ما لديك من أموال غير كافية عشان تنمو الكرتين مع بعض يبينون لي نقطة مهمة في حياتك أنت تحس أنت غير راضي عن أدائك في الحب والمال أو الأثنين مع بعض تحس أنه وصلت إلى مرحلة وإن كنت مستقر ماديا وإن كنت وصلت إلى وظيفة معينة أو منصب منيح لكن عندك إحساس أن المفروض تكون أكثر من هكذا عن الوضع احتمال أنك أيضا قاعد تبحث عن وظيفة أفضل عن دخل أفضل في نفس الوقت مشروع تعدل بدخلك هذه هي طاقتك لهذا الشهر على صعيد الحب ثلاث الأخصان مثل ما قلت لك كرت انتظار السفينة أن تأتي احتمال أن في شخص رحل عنك أنت بانتظار رجوعه بانتظار أن يأتي إليك يدق بابك يوم من الأيام ويطلب منك أو يكون مستعد أن يتفاهم معك من جديد أو أنت بانتظار الحب بشكل عام لأن تحس أن في شيء غير كامل عندك لديك ما يكفي حاليا بجانب أيضا كرت الإمبراطور لديك ما يكفي ولكن ليس ما يسعدك أحس أن بطبيعتك أنت يا برج الجدي دائما عندك تحكم بالأمور اللي لها علاقة بالأرض الأمور المادية سهل جدا أن أنت تأتي بالأمور المادية لنفسك ولكن تحس أن دائما في الحب أو في العلاقات أو في التفاهم حتى مع الحبيب هنا تحديك الخاص هذا يمثلك تحدي الأمور المادية ليست تحدي بالنسبة لك تستطيع أن تعدلها في أي وقت تستطيع لكن ما ينقصك هو احتمال أنك التقيت بشخص حاليا هو غير موجود في حياتك لأي سبب من الأسباب انفصال فراق ابتعاد واحد عمل للثاني بلوك أنت احتمال أيضا رحلت عنه ولكن التار يخبرك أن أنت الآن في مرحلة الترقب تنتظر إما أمورك المادية تتعدل رح تحس أنك عندك ثقة أكثر عشان أنت تتوجه باتجاه الحبيب إذا هو لم يأتي بعد فترة ولكنك تنتظر شيء مادي معين يتحسن عندك بحيث تحس نفسك واثق وتعرض على هاي الشريك أو الحبيب أو حتى تستقبله عندما يرجع إليك أمورك المالية أو حياسك العملية يا برج الجدي عندك الامبراطور ولكن معاه أربعة سيوف طاقة هوائية أرى أنك حاليا أنت مسيطر مثل ما قلت لك أنت عندك ثبت نفسك في أمور معينة في الوظيفة أو في المال أو في الدخل ما ثبت نفسك ولكن حان الوقت لأن تعيد تغيير أولوياتك لأن في هاي المرحلة ترى يخبرك أن أنت مش قاعد تنتظر أموال جديدة تأتيك وإنكم تتحاول ولكن هاي المرحلة هاي الشهر بالذات مهم قبل أن تأتيك الأموال الجديدة أن تعيد ترتيب أولوياتك تغير من أسلوب حياتك مثلا تخفف المصاريف تكثر من التوفير أو تغير أنت عندك أربعة سيوف عندك أربعة أمور هي قاعدة تستنزف أو تأخذ الأكثر من دخلك دخلك قاعد يتوجه إلى أربعة أمور رئيسية حان الوقت أن أنت تقلل تعيد تغيير النسبة وترتيب هاي الأولويات عشان تحسن من نفسك عشان تحسن من وضعك الاقتصادي هذه أول خطوة عشان لما تأتيك الأموال الجديدة في المراحل القادمة تكون أنت أصلا أولوياتك تخدمك يعني لما تأتيك أي أموال جديدة ما راح تروح كلها باتجاه المصاريف مثلا راح يكون انجهس لنفسك فكرة معينة مشروع معين راح أيضا يدخلك مدخول أكثر فجدا مهم يا برج الجديد أن هاي الفترة تكون عندك توازن مادي وأيضا تتحكم في نفسك كرت الامبراطور دائما التحكم بالنفس مهم أن أنت تتحكم بنفسك بما يخص هاي الأمور أحس أنه عندك رغبات معينة أسلوب حياة معين تعود أن تصرف الكثير من الأموال في جانب معين جانب أما التجميل أما التخسيس أما الأكل في الخارج أما الخروج مع الأصدقاء في عندك جوانب يحتاج أن تخفف منها يعني تسوي كتنج داون حق الإكسفنسيز تبعك عشان تكون أقوى في وضعك الاقتصادي حاليا التاري يخبرك أن أنت مو محتاج أموال جديدة تأتيك أنت مجرد تعيد جدولة مصاريفك في الوضع الصحي أنت جدا في عنصرك ملك الخماسيات ملك الأرض أنت في عنصرك عنصر الأرض مش ناقصك ولا شيء احتمال أن أغلبكم إما في نهاية العشرينات أو بداية الثلاثينات ولكن التاري يخبرك أن أنت في مرحلة أقوى مراحل الصحة فحافظ على نفسك لأن الشيء الوحيد اللي ممكن يعرض صحتك للخطر كثرة التفكير برج الجدي من النوع اللي كثيرا يفكر دائما يسمى البرج الأرض اللي يتصرف كأنه هوائي لأنه أيضا يحكم بكوكب زحل ساتر وكثير التفكير طاقتك أيضا هي طاقة زحل كوكب المنطق والعقل والتحليلات والأمور المنطقية كثرة التفكير احتمال أنها تسبب لك أرق دائما أول شيء شدني إلى ملك الأكواب هو قلبه أن صحتك منيحة وقوية جسدك منيح لكن طاقتك النفسية نفسيتك إذا لم تشتغل عليها صح إذا ما كنت كل يوم تستيقظ الصباح وتحسي أنك فعلا صحيح من داخل من قلبك وسعيد أيضا هذا اللي رح يأثر على صحتك وأيضا أنت عندك أفراط في الشيء معين أول شيء التفكير ثاني شيء احتمال عندك أفراط في الشرب شرب الشاي شرب أي شيء ثاني الكأس أيضا جذبني عندك أفراط في الشيء معين كثيرا مثلا تأكل فاسفود أو كثيرا تسهر عينها أيضا جذبتني كثيرا السهر هذا جدا ممكن يعرض صحتك للخطر على المدى الطويل حتى وإن كنت في أس صحتك هذا هو السبب الأساسي اللي ممكن تشتكي منه في المستقبل أو تعاني من عوارض فحط بالك على قلبك منطقة القلب منطقة المنطقة الروحانية مساعدتك الداخلية الشرب وأيضا مثل ما قلت لك السهر وكثرة التفكير العقل العين لا تفكر كثيرا ولا تكون سلبي أيضا في تفكيرك دائما تتوقع الأسوأ من الأشخاص من الحب دائما تتوقع الأسوأ من الأشخاص هذين احتمال الشخص اللي تحبه كثير التفكير فيه وتنظر إليه كأنك ترتقب قدومه الحل بالنسبة لي هو دائما أن تكون عندك ثقة أن أي شيء راح يصير أو يحصل لك راح يكون في مصلحتك عندما تكون واثق من الداخل أن أنت فعلا كل شيء يحدث في حياتك من أجل مصلحتك ما راح تكون في مرحلة قلق متى راح يرجع وهل إحنا راح نكون مع بعض هل سألاقي الشخص اللي أحس السلمي التبعي هاي الأسئلة ما راح تكون موجودة عندك فصحتك وتعلق بنفسيتك في الفترة القادمة ننظر إلى الحياة العاطفية عندك ست الأخصان طاقة نارية طاقة الشخص المنتصر اللي يحيطون بأشخاص في احتفال وعندنا كرت الامبراطورة أرى أن واحد منكم في حياتك العاطفية مع الشريك أو الحبيب كان في مشكلة وأساس هذه المشكلة أنه كان فيه شخص مستعد للارطباط أكثر من الثاني كان فيه شخص جاهز سواء أنت أو هو يا برج الجدي كان فيه شخص مستعد أن يقفز يوقع عقد الزواج يبني أسره ينجي بالأبناء عندنا طاقة الأم الأرض وشخص كان لحد الآن مستمتع باهتمام الأشخاص أو الغرباء اللي حوله لحد الآن يحب أنه تكون لديه الكثير من الخيارات شخص واثنين وثلاثة وتكون جميع أيضا خياراته مفتوحة ما يحب الارطباط ما يحب الالتزام كان هذا السبب الرئيسي وإن كان فيه حب وإن كنت سول ميت لكن هذا هو التحدي الأكبر اللي واجهت العلاقة كنتوا تريدون أشياء مختلفة شخص عين على الأسرة وتكوين الأسرة وشخص عين على مجرد المشاعر أو الاسم تاع في اللحظة كأنما لا يريد أن يفكر ما الذي سيحدث في المستقبل احتمال أنت احتمال الشريك خذها بالجانب اللي يناسب وضعك ولكن مقابل الأم الأرض عندنا كرت العدالة برج الميزان وأيضا لدينا كرت الجوزة العاشقين والسول ميت احتمال أن هذا الشخص أو أنت يا برج الجدي عندما لقيت أن العلاقة لن تؤدي إلى ما تتوقع أو تتمنى من الارتباط والزواج والأسرة قررت أنك تنهي العلاقة واحتمال أنك قبل أن تنهيها بيّنت إلى الشريك أن عينك فقط على الارتباط الارتباط نفسه كرسميا كتوقيع عقد الزواج هذا ما يهمك في الحياة حاليا أو هذا ما يهم الحبيب ولكن الشخص الثاني كان دائما مستغرق فقط في مشاعره في اللحظة من النوع اللي يحب أن يستمتع في اللحظة وخلاص عندما تنتهي يرجع إلى أمور المعتادة وخياراته العادية يحب الحب من أجل الاستمتاع ويعرف أن أنت سول ميت هذا الشخص يعرف أن التقى بالسول ميت تبعه ولكن في نفس الوقت يجد صعوبة في التخلي عن جميع خياراتها المفتوحة والارتباط ولكن عندما تتلاقى الامبراطورة مع كرت العدالة وست الأخصان مع العاشقين أرى أن على المدى الطويل رح يكون فيه مثل الكمبرمايز أو التسوية رح تلقون في المنتصف ولكن ليس المستقبل القريب لأن لدينا الكرتات الكبيرة الكرتات الكبيرة تقول لي أنه رح تأخذون وقت من أجل أن تصلون إلى نقطة مشتركة رغبة مشتركة من أجل أن تقع رغبتك جنب أو مع رغبة رغبة الحبيب الموضوع رح يأخذ وقت لأنه فيه شخص حاليا جدا مستمتع بحياته ممكن أنت ممكن الشريك ما أعرف ولكن في النهاية هذا الشخص اللي قاعد يستمتع بخيارات كثيرة في حياته رح يدرك أن ليس كل ما يلمع ذهبا لديه فعلا فقط شخص واحد هو يحبه بصدق لديه فقط سلمة واحد وعندما يدرك هذا الشيء هذا هو مربط الفرس عندما يدرك أن كل هذا الاستمتاع بالآخرين معه يسعده لأنه عنده أربع الخماسيات رح يشوف أنه توقفت عنده المتعة توقف عنده النموم وإيضا احتمال أنه خسرت الطرف الآخر عندما يدرك هذا الشيء رح يكون في رجوع إن شاء الله رح أسحب لك كرت واحد تبع النصيحة الأخيرة أنا أحبك هذه كلمات قوية هذه الرسالة للجانب العاطفي مجرد اعتراف هذا الشخص اللي كان في السابق غير مستعد للأرتباط مجرد اعترافه بالحب اللحظة بالنسبة لهذا أيضا كرت يرجع إلى كرت العاشقين اللحظة اللي يدرك فيها مشاعره تجاه هذا الشخص وما الذي يعني إليه هذا الشخص رح تكون مثل المصبح اللي ولع في حياته رح يكتشف هذا الشيء ورح يرجع بسرعة ويخبر للطرف الثاني إنه ما يحبه وهنا رح تكون مثل ما قلت لك النقطة المشتركة في المستقبل رح يكون في حب ورح يكون في هدوء من بعد العاصفة وإيضا رح يسحب لك كرت تبع ما تتوقع اعتمال إن هذا الشخص اللي انسحب أو كان غير مهتم أو غير متمسك بالعلاقة واختم الأوقات هو الذي في لحظة ما كأنه ما ينزل عليه ملاك التنزيل وتكون بالنسبة لصدمة يدرك أنه خسر الشخص الثاني ويدرك مقدار حب للشخص الثاني ويرجع بسرعة رح تكون لحظة جدا مهمة أو صادمة حق الشخص اللي في الأعلى برج الجديد صار عندي فضول أعرف هل أنت الشخص اللي في الأعلى هل أنت الشخص اللي حاليا لا ترغب في الأرتباط وتحب أن تخلي علاقاتك مفتوحة ولا أنت الشخص اللي كنت ترغب في الأرتباط والحبيب أو الشريك غير مستعد لك خبروني في الكومنتز لأن أيضا المرأة رح تختلف عن الرجل شوية في القراءة وايز وومن أوف وندرلاند أحد الأبراج أيضا السابقة حصل على نفس الكرت السيدة الحكيمة في مملكة الأحلام مملكة وندرلاند انتغريتي الصدق والكمبرميز بالضبط هذا هو المفتاح للمستقبل التسوية قلت لك في تسوية رح تكون في المستقبل في شخص منكم رح يكتشف مقدار حبه للشخص الثاني وأنه فعلا خسره وما يعنيه له هذا الشخص من بين كل الأشخاص الموجودين وكل الخيارات الموجودة فهذا الشخص رح يرجع جدا إنسان مختلف عنده كأنما مثل الواند أو الغصن في يده وهو مستعد أن يسوي العلاقة ويصلح لإحتمال أنه أفسد في السابق شكرا عزيزي برج الجدي أتمنى لك